أكدت رئاسة هيئة الأركان الروسية أن واشنطن لم تقدم لروسيا معطيات دقيقة عن الفصائل المعارضة وهذا يصعب محاربة الإرهاب وقالت رئاسة الأركان الروسية أن ازدياد حالات انتهاك الهدنة من قبل المسلحين مرتبط بشكل مباشر بعدم فصل واشنطن المجموعات المعارضة عن جبهة النصر وأعربت رئاسة الأركان عن القلق من ازدياد حالات انتهاك نظام التهدئة من قبل الجماعات المسلحة في سوريا وأوضحت أن واشنطن قدمت لروسيا قائمة المجموعات المعارضة الموالية لها في سوريا وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن واشنطن تحاول إخفاء عدم تنفيذ التزاماتها حول اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وتؤكد أن موسكو تنفذ التزاماتها منذ بدء سريان مفعول الاتفاق الممثل الخاص لوزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف قال إن الجيش العربي السوري هو وحده من يلتزم بنظام اتفاق وقف الأعمال القتالية بعد مرور ثلاثة أيام على بده في الوقت الذي تزيد المعارضة المعتدلة التي تقودها الولايات المتحدة قصفها للأحياء السكنية وأكد بيان للوزارة أن روسيا تنفذ التزاماتها من الدقائق الأولى من خلال إقامة معابر في حلب ومراقبة الوضع في كل مناطق سوريا التي يشملها الاتفاق وبينت الوزارة أن الحكومة السورية مستعدة لفصل القوات مع المعارضة بشكل متزامن في طريق الكستيلو وذلك من أجل تأمين إيصال المساعدات الإنسانية